السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيادة الدخل خاصة مع توافر عوامل قيام هذه الصناعة الصناعة لازم أبقى عارفة على أنها نشاط بيحدد مدى قوة وتقدم الدول عشان كده لازم تكون عندي مجموعة من العوامل من عوامل طبيعية وعوامل بشرية عوامل طبيعية حبى بها الله سبحانه وتعالى أرض مصر والوطن ودول العربية والعوامل دي بتجتمل على مصادر الطاقة بالإضافة إلى المواد الخام والعوامل البشرية اللي أنا ليا دور في توظيف واستغلال العوامل الطبيعية مصادر الطاقة عبارة عن نوعين مصادر الطاقة الغير متجددة بترول غاز طبيعي فحل ومصادر الطاقة المتجددة طاقة كهرومائية شمسية رياح مواد خام متمثلة في ثلاثة أنواع مواد خام زراعية مثل القطن قصب السكر وغيره زي الخضر والفكة مواد خام معدنية مثل المعدن المختلفة إلى الحديد والنحاس والرصاص وغيرها مواد خام حيوانية من اللحوم والألبان والجلود والأصواف والأوبار العوامل الطبيعية على رغم من أنها مهمة جدا إلا أنه يجب أن تكون هناك عوامل بشرية تدعم وتقوي وتمكن من استغلال هذه العوامل الطبيعية بشكل سليم مما يؤدي إلى ظهور طفرة صناعية والنهوض وزيادة الربح والدخل القومي في الدولة العامل البشرية اللي احنا هنتكلم عنها زي السوق اللي أنا هورد وهبيع فيه المنتج سواء كان سوق داخلي أو خارجي وسأل النقل المختلفة اللي هتنقل المواد الخام من مكان وجودها إلى المصانع والمنتج إلى الأسواق والعمال من وإلى المصانع والسكن الأيد العاملة المهرة والمدربة بالإضافة إلى رأس المال الرأس المال اللي لازم فيه إقامة هذه المشروعات أهمية الصناعة الصناعة مهمة جدا في الوطن العربي بتسد حاجة السكان من كافة احتياجاتهم من السلع والمواد المختلفة بدل من عملية الاستيراد من الخارج الصناعة مهمة جدا لزيادة قيمة المادة الخام بدل ما بيع المادة الخام للخارج كما هي عليه بأسعار منخفضة لأنا أصنعها تقوم ترتفع سعرها خلال هذه الفترة توفير فرص عمل للشباب لازم أخد بالي أن المصانع بتستوعب أكبر عدد من العمالة وذلك بيساعد على توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة بتزيد من الدخل القومي الدخل القومي هو عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن مجموع دخول الدولة من كافة القطاعات بمعنى أنا بيدخل من الزراعة قد ايه؟ من الصناعة من السياحة وما إلى ذلك الصناعة الوحدها بتمثل من الدخل القومي في الناتج العربي من الناتج العربي تمانية واربعين وتمانية من العشرة في المنين بتديني نسبة كبيرة من الدخل لازم أركز على أن الصناعة مهمة جدا بالنسبة لأنها لأن الدخل القومي ده اللي أنا بنفق منه على كافة مرافق الدولة من أول الجيش للخدمات والبنية التحتية وغيرها يبقى بما أن الصناعة مهمة جدا يجب على دول الوطن العربي وحكومات الوطن العربي تتجه نحوها لأن دي أصبحت سمة للدول المتقدمة أن انت بتجل جائل عملية الصناعة أضعف الإيمان أو أفر احتياجات الشعب من هذه المنتجات بدل من القيام من عملية الاستيراد من الخارج بس بالإضافة إلى أيامية الصناعة لازم أتعرف على أن الصناعة مش نمط واحد في الوطن العربي لها نوعين النوع الأول عبارة عن الصناعة استخراجية تعدينية بس تخرج بترول غاز طبيعي حديد فوسفات منجنيس وجي بتساهم بـ 80% من الصناعة العربية الصناعة التحولية عبارة عن الصناعات الغذائية البتروكيمويات تجميع السيارات والغزل والنسيج وجي بتساهم بنسبة قليلة 20% يبقى استخراجية 80% وتحولية 20% استخراجية هستخرج المعادن ومصادر الطاقة والتحولية هحاول المادة الخام إلى شكل آخر أكثر استفادة هل يطرى لما يكون عندها النمطين دول كده سليم؟ لا طبعاً الصناعة الاستخراجية بتساهم لوحدها بـ 40% من الناتج القومي العربي الصناعة التحولية نسبتها قليلة جداً مقارنة بالصناعة الاستخراجية طيب، في مشاكل بتواجه الصناعة أكيد هبتدي بأول مشكلة من أهم المشكلات اللي بتواجه الصناعة في الوطن العربي هي نسبة أنا لسأيلها اللي هي نسبة الاصطناعة الاستخراجية 80% مع العلم إنها بتلوس البيئة من أنت بتحفر وتطلع المصادر الطاقة المختلفة عندها بتلوس الهوى أو المية أو التربة النقطة التانية وجه مشكلة كبيرة جداً الصناعات العربية في حال التشابه التشابه ده بيقلل من عملية التكامل والتبادل ما بين الدول العربية أصبحت اللي أنا بصنعه الدولة الأخرى، الأخت الشقيقة بتصنعه هنضطر إن إحنا اللي اتنين ننافس بعضنا ونستورد من الخارج لأن أصبح عندي فيه تشابه النقطة التانية ودي مشكلة كبيرة جداً إن المستوى العلمي للعمالة العربية منخفض مقارنة بالعمالة الخارجية يجب علينا الارتقاء بالمستوى العلمي للعمالة حتى يتمكنوا من استخدام وسائل التكنولوجيا في عملية الصناعة وأكبر مشكلة باعتمد على استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج الأساسية من الخارج ودي بتمثل وبتكلف في الدولة مبالغ طائلة أنت ما بتستوردش حاجات بسيطة، أنت بتستورد آلات من الخارج آلات لازمة لعملية الإنتاج والصناعة يبقى أنا عندي مجموعة مشكلات عددها أربعة صناعات استخراجية بنسبة 80% بتلوس البيئة صناعات متشابهة ما بين الدول العربية بالنفس بعدنا البعض يعني انخفاض المستوى العلمي للعمالة العربية فبنتجه للعمالة الخارجية الأوروبية خاصة الاعتماد على استيراد الآلات من الخارج خاصة اللازمة لعملية الإنتاج وده بيكلف في الدولة مبالغ طائلة مشاكل يجب على الحكومات العربية وضع استراتيجيات كافية وخطط مقترحات لحلها في هذه الفترة التجارة في الوطن العربي عملية الاستيراد والتصدير وعملية التبادل التجاري حضرتك إحنا في الوطن العربي أنت ما بتنتجش كل شيء فيجب عليك الاتجاه نحو الاستيراد والتصدير حجم الوردات العربية من الخارج مرتفعة جدا 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 لو أنا قرنتها بحجم التبادل التجاري والبنية التجارية أو التبادل ما بيننا وما بين بعضنا هنلاكتشف إن أكتر الدول اللي إحنا بنستورد منها دول الاتحاد الأوروبي تمام؟ كذلك أيضا دول اليابان والولايات والصين أنا واخد بالي إن أنا باستعتمد كله في استيراد من الخارج دول الاتحاد الأوروبي اليابان والولايات والصين إحنا علاقتنا بنستورد منهم كل سنة ما لا يقل عن ربعمية تنين وتلاتين وتنين من عشرة في المية الأمر ده كله خلى إن الوردات ما بيننا وما بين بعضنا أو التجارة البيينية العربية 12% فقط نتيجة هذا الأمر جعل إن الدول العربية حجم قليل جدا على الرغم من إننا عاملين تجارة حرة إلى إن عملية الارتباط ما بيننا وما بين بعضه والتشابه في الإنتاج جعلنا بنبدأ إن إحنا نتجه في علاقات تجارية غير عربية غير عربية وده طبعا أثر بالسلبة على علاقاتنا ما بيننا وما بين بعضنا أصبحت علاقاتنا معنا الدول الخارجية أقوى من علاقتنا ما بيننا وما بين بعضه والمفروض يكون العكس التجارة البيينية العربية 12% بس على الرغم من إن إحنا عم أوقعنا اتفاقية التجارة الحرة الكبرى ما بين الدول وخفضنا التعريفة الجمهورية كم التخفيض التعريفة الجمهورية أي الرسوم الجمهورية التي تفرض على السلع والأفراد ورؤوس الأموال التي تدخل الأسواق المفروض إن ده بيساعد في عملية التجارة العربية وترفع من التجارة البيينية العربية إلى إنها مش موجودة ما عملتش أي حل برضو ما زلنا بنستورد من الخارج بربعمية تنين وتلاتين واتنين من عشرة ربعمية تنين وتلاتين واتنين من عشرة مليار دولار بنصدر وبنستورد من بعض نابعنا ما بعد 65 مليار فقط نسبة قليلة طب إيه السبب في ضعف التجارة بين الدول العربية علشان أقدر أحط الحلول عدة أسباب بتؤدي إلى ضعف التجارة العربية ويجب على الحكومات العربية الوقوف عند هذا الأمر الحل لها أول حاجة منتجاتنا متشابهة ما بعض سواء كانت زراعية أو صناعية هبديل إيه واستورد إيه مع اللي جنبي المفروض نعمل عملية تنصيق ما بيننا ومن بعض إلى إن في عندي مشكلة تشابه لإنتاج العربي المنتجات الزراعية والصناعية ما بيننا ومن بعض متشابه النقطة التانية مشكلات فنية وتعدد مواصفات المنتج الواحد في الدول العربية فأصبحنا بالنافس بعضنا البعض على نفس المنتج نفس المشكلة نفس الخصائص النقطة التالتة مشكلات إدارية تتعلق بالروتين إجراءات النقل ما بين الدول العربية ضعيفة جدا بتأخر هذا الأمر كذلك أيضا منافسة السلعة الأجنبية للسلعة العربية أنا مش قادرة نافس السلعة الأجنبية لا في السعر ولا في الجودة جودته أعلى سعره أفضل فبالتالي الأمر ده أثر بالسلب على العلاقات التجارية العربية وذلك أدى إلى زيادة ارتباطنا بتجمعات اقتصادية غير عربية علاقتنا البينية ما بيننا ومن بعض 12% فقط لكن علاقتنا ما بين الدول غرب وأوروبا واليابان والولايات المتحدة والصين بنستورد منها بكميات ضخمة ومبلغ طائلة ومش أي استيراد بالعكس ده احنا بنستورد منها سلع هامة جدا بنستورد منها سلع تتميز به ارتفاع القيمة الاقتصادية والمادية ليها تمام بنصدر لها برضو منتجات ولكن ليست بنفس القيمة تمام مشكلتنا كلنا ما بيننا ومن بعض إن احنا لازم نحل هذه المشاكل حتى نتمكن من تقوية حجم التجارة بين الدول العربية فيه تشابه ما بين الانتاج نحله نعمل عملية تنصير فيه مشكلات فنية لازم القضاء عليها مشكلات إدارية تتعلق بروتين نلغي هذه الأمور لازم نخلي السلعة العربية تكتسب سقط المستهلك حتى تتمكن من منافسة السلعة الأجنبية في السعر والجودة مش العكس أصبحت أنا كمستهلك بفضل المنتج الأجنبي عن المنتج العرب الصادرات والواردات العربية أنا بصدر إيه وبستورد إيه بصدر للخارج سلعة ومنتجات ببعها للدول الخارجية سلعة ومنتجات وخدمات ببعها للدول الخارجية من الدول العربية للخارج متمثلة في أمور مهمة جدا بالنسبة للدول العربية أنا بصدر إيه للخارج أنا ببع من عندي إيه إيه الفائد اللي عندي إيه اللي هصدره للخارج علشان بالقيمة دي أبدأ أستورد بالرغم من إني مش بالقيمة لا ده أضعف أضعف مضعفة بترول غز طبيعي فوسفات ده من ضمن إيه المواد الخام بالإضافة إيه لما حصلت زراعية مثل الخضروات والفاكهة والأرز الأسماك الأدوية المنسوجات الأسمند الصمغ العربي الأدوات القهربائية الواردات أنا باستورد من الخارج إيه إيه السلعة اللي أنا محتاجاها باشتريها من الدول الأخرى أنا ك22 دولة باشتري إيه من الغرب من اليابان من الصين من الولايات وغيرها بس ببدأ أستورد من الخارج آآ سلعة هامة جدا مقدرش إن نستغنى عنها المفروض أنا بقوم بعملية تصنعها في قلبي أرض مستلزمات الإنتاج من آلات ومعدات ثقيلة تمام بس تورد مواد غزائية زي آآ الأمح والزيوت بس تورد أدوية وعطور وملابس طائرات وسفن وسيارات وإلكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر مستلزمات إنتاج آلات تمام آآ ومعدات نقل سقيلة أمح وغيرها تمام طيب الدول العربية بدأت تحط مجموعة من الخطط وياجب على الدول العربية أن تقوم ببزلج المزيد من المجهود لحل هذه المشكلة من ضمنها أول حاجة أهتم بالتعليم وارفع من مستوى الخريجين في كافة التخصصات يبقى أنا كده بحل مشكلة آآ اللي هي العمالة تمام هتجنب التكرار نقعد ما بيننا وما بين بعض نبدأ ننصك أنا هتصنع إيه وانتش هتصنع إيه عشان نقدر نعمل عملية تبادل تجاري ما بيننا ومن بعض آآ نعمل حرية أكتر لانتقال الأفراد ورؤوس الأموال ما بين الدول العربية اللي هي الحواجز الجمهوروكية ياريت نستفيد من التحدي الأوروبي في إزالة الحواجز الجمهوروكية تماما آخر حاجة نتغلب على المشكلات آآ الفنية آآ والإدارية الموجودة اللي بتعوق التبادل التجاري العربي بالشكل ده أكون وصلت لنهاية الحس الشرح الدرس أتمنى من الطلبة يكون استفادوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته